السلام عليكم قبل العودة إلى المواضيع العامة والميزات العامة التي ستأتي بها بإذن الله الـ iOS 13 دعونا نلتقي للمرة الثانية مع جديد آخر مميز في Voice Over على أن أستأنف وإياكم بدءا من الشرح المقبل بحول الله أستأنف الحديث عن الخاصيات العامة أقصد بالعامة التي تهم الجميع سواء كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من غيرهم دون إطالة خاصيتنا اليوم ندخل إليها عبر الضغط على إعدادات ثم النزول إلى سهيلات الاستخدام ثم Voice Over ثم ننزل إلى الأنشطة مباشرة أسفل الأوامر التي تشرفت بالحديث عنها يوم أمس إذن أضغط على الأنشطة ما مفهوم الأنشطة وعلى ماذا تقوم لنستمع إلى Voice Over في الموضوع إذن لاحظوا أن المسألة قائمة على السرعة والدقة والتغيير والتشخيص دائما نحن مع التشخيص أو التخصيص كما يحلو لكم المهم أنك أنت سيد الموقف في كل هذا إذن أشرح أكثر فأقول ميزة ألفناها في قارئات الشاشة العملاقة كجاوز للحواسيب مفادها أنني أشخص تواجدي في مختلف المواقع أو المنصات أو الأعمال إن صح التعبير بمعنى وأنا في المتصفح الفلاني أريد الإعدادات كذا وكذا وكذا وأنا في تطبيق أو برنامج سكايب أريد الصوت الفلاني أريد الكلمات الفلانية عفوا أن تنطق وغيرها لا تنطق وهكذا دعوني أستعرض معكم من خلال دوار نشاطين برمجتهما سلفا الأول هو هذا الذي أستخدمه حاليا لاحظوا وقفت على الأنشطة في الضوار الأنشطة بالسحب إلى الأعلى أو الأسفل لاحظوا لم يتم تحديد نشاط سأحدد نشاط رقم واحد النشاط واحد في هذا الصوت الافتراضي وأمور أخرى سوف نكتشفها النشاط اثنان النشاط اثنان تغير الصوت وتغيرت أشياء أخرى غير أن أقربها إلى الملاحظة هو الصوت أعود إلى النشاط واحد النشاط واحد النشاط واحد النشاط واحد إذن بالدخول الأنشطة نجد نشاط واحد النشاط اثنان لك أن تسميهما بتسميات أخرى ولك أن تختار إلى ما تشاء من الأنشطة لم أجرب إعداد كبيرة ولكن لك أن تختار ثلاث أربع خمس أنشطة ولك أن تضيف نشاطا رغم أنني في النشاط واحد سأذهب إلى تطبيق من تطبيقة التي أعطيت صلاحية الولوج إليها إلى النشاط اثنين ولنرى ما الذي سيقع بالنسبة لما هو ملموس على الأقل أختار يوتيب هاجمنا صوت ليلة بمعنى أنني أريد أن أتصفح يوتيب عبر صوت ليلة لا عبر صوت طارق ولكم أن تختاروا ما تشاءون من الأصوات واللغات كما تشاءون كما سوف نتعرف إلى ذلك بالتفصيل في الإعدادات نعود مرة أخرى إلى الأنشطة لنحاول أن ننشئ نشاطا ثالثا إضافة نشاط النشاط ثلاثة أو غير اسمه كما يحلو لك الصوت الافتراضي بالضغط على هذا العنصر لك أن تختار لغة الصوت والصوت أختار العربية وأختار ما أجد هذه المرة أستدعي الدوار وأختار تنشيط الافتراضي وأخرج من هنا إذن هذا بنسبة العنصر الأول الصوت لكم أن تختاروا بعد ذلك إعدادات الصوت أترك ذلك لكم ثم ننزل إلى الأسفل إعدادات علامة الترقيم إعدادات علامة الترقيم يعني ماذا تريد أن ينطق وماذا تريد أن لا ينطق لاحظوا هل تريد أن ينطق الكل أم البعض أم لا شيء لنقول نريده أن ينطق الكل التبديل تلقائي التبديل تلقائي عبارة عن عنوان يشتمل على عنصرين التطبيقات السياق والسياق ونستمع إلى المعلومات حول التبديل تلقائي فيخاطبون VoiceOver قائلا يمكنك اختيار التطبيقات أو سياقات داخل التطبيقات ليتم تطبيق الأعدادات تلقائيا من هذا النشاط يا لروعة الإعداد لك من جهة أن تختار التطبيق الذي سوف ينطبق عليه هذا النشاط أو حتى بعض التفريعات داخل التطبيق إذن بالنسبة للتطبيقات أضغط بالضغط على التطبيقات تظهر عندي كافة التطبيقات المنصبة في الجهاز وأنا الذي أختار أي منها ينسحب عليه هذا النشاط لاحظوا معي مثلا سوف أجعله ينسحب على Dropbox مثلا Drive ننزل إلى الأسفل تطبيق نبض تطبيق نبض مثلا للأخبار يكفي هذا السياق بالضغط على السياق تأتي الخيارات الأتية وأترك لكم جريبتها أتركوا VoiceOver يستعرضها على مسامعكم الكريمة معالجة الكلمات سردية مراسلة منصات التواصل الاجتماعي جدوى البيانات تعليمة برمجيات المصدر وحدة التحكم بعد أن نختار ما نريد نغادر قبل أن أغادر الشاشة الرئيسية لا بد من أن أنوه أنه في حالة رغبتي في حذف أي نشاط أضغط في الأعلى على تحرير وأحذف النشاط الذي أريد عبر الدوار أو عبر السحبي من اليميني اليسار أو العكس حسب لغة الجهاز المستخدمة إضافة إلى الحذف أستطيع أن أحدد مكان كل نشاط في الدوار طبعا ولا أنسى في النهاية أن أضغط على تم من البديهي الآن أننا مثلا إذا ذهبنا إلى تطبيق نب سوف ينطبق عليه نشاطنا الثالث لندخل إلى نابض جاء صوت ماجد إذن دخل صوت ماجد مباشرة على الخط لم تنتهي الروعة بعد إضافة إلى كل ما أسلفت لاحظوا معي الآتي إذن سوف أتحرك بالدوار لأن الأنشطة مدمجة في الدوار طبعا إن رغب المستخدم في ذلك لاحظوا ما الذي سيحدث وأنا أتحرك في الدوار داخل عنصر الأنشطة تحرك الإجراءات الأنشطة الأنشطة إذن وقفت على الأنشطة النشاط ثلاثة النشاط ثلاثة بصوت ماجد النشاط إثنان النشاط إثنان بصوت ليلى النشاط واحد النشاط واحد بصوت طارق ومفاد هذا أن هذه الأنشطة حين اختيار أحدها ينسحب على النشاط ثلاثة كل ما أقوم باستخدامه لاحظوا رغم أنني لم يتم تحديد النشاط ثلاثة اخترت مثلا النشاط إثنان بصوت ليلى ليوتيوب النشاط ثلاثة والنشاط ثلاثة بصوت ماجد لنبض وغوغل درايف ودروب بوكس لاحظوا معي سوف أتحرك في هذه الشاشة مثلا الخرائط الخرائط لم أدمجها في النشاط ثلاثة غير أن ماجد هو الذي تولى نطقها النشاط إثنان تحولت إلى النشاط إثنان سوف تقرأها الآن ليلى الخرائط نفس العنصر النشاط واحد النشاط واحد يتولى طارق هذه العملية فيقول الخرائط والعملية تنطبق على تجوالنا داخل جهازنا فنحن من يختار النشاط ويحدد مجال عمله ولكن رغم ذلك لن نكون ملزمين بأن نتقيد بهذا فالدوار يتيح لنا أن نتجول بينه الأنشطة التي قمنا ببرمجتها ما كان في هذا الشرح من توفيق فمن الله وما كان فيه من تقصير فمن نفسي قبل توديعكم لا أنسى أن التمس إلى حضراتكم دعم هذه القناة التقنية المتواضعة ضمانا لإستمراريتها إلى أن ألقاكم في مرة قابلة بحول الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر